شهد اسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اليوم ختام منافسات النسخة السابعة عشر من البطولة الآسيوية للشباب لكرة اليد والتي أقيمت خلالها المباراة النهائية وجمعت بين المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد ونظره منتخب اليابان على صالة مدينة خليفة الرياضية والتي انتهت نتيجتها يابانية بنتيجة 24 مقابل 20 وقد حذر المباراة الختامية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة دكتور عبد الرحمن صادق عسكر والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عنقارة آسيا سعادة السيد بدر محمد ذياب ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد سعادة النائب علي عيسى أسحاقي ورئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد سعادة السيد فاضل علي ألنمر وعدد من الأعضاء ومنتسبية الاتحاد والمدعوين وجماهير غفيرة من محبي وعشاقي كرة اليد وقد أشهد سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة بالمستويات الكبيرة التي قدمها المنتخبين خلال هذه المواجهة والتي أكدت على استحقاقهما للوصول لهذه المرحلة من هذه البطولة معربا سموه عن سعادته بما قدمه الأحمر الشاب من مستويات مشرفة طيلة منافسات هذا التجمع الرياضي الاسيوي والذي حصل خلاله على المركز الثاني وبطاقة التأهل لنهائية كأس العالم القادمة حيث برهن ذلك على ما تمتلكه اليد البحرينية من استمرارية واضحة على مستوى جميع المنتخبات والتي تدفع لتحقيق المزيد من النجاحات في هذه الرياضة وقد ثمن سموها الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة اليد في استضافة وتنظيم هذا الملتقى الرياضي القاري والذي كان له الأثر الإيجابي في ظهور البطولة بصورة مميزة ساهمت في نجاحها مقدرا سموه بالجهود التي بذلتها اللجان العاملة في إظهار هذا الحدث في أبهى حلة على أرض المملكة